الحاجات اللي هي الضرورية بس ودي بتتمثل كل شخص حسب ظروف حياة ولبس الاسود وبعض الناس يقولك لا انت بعد ثلاث يام انت كده يعني بترتكب معصية وكده حرام ولا يجوز لبس الاسود بعد الثلاث يام وفي يقول الزوجة لا بد انه الاربعين يوم هو حضرتك العادة هنا محكمة العادة هنا محكمة اذا كانت العادة تقتضي عادة القوم او عادة المجتمع اللي احنا عايشين وتقتضي ان الحداد لبس الاسود بنلبس الاسود انا بتكلم من النحية الدينية ما عندنا فيش حاجة اسمها لبس خالص من ناحية الدينية ملاش علاقة باللبس ولا ثلاث يام ولا ثلاثة ولا عشر ولا الف ولا مية ولا حاجة من دي خالص الحداد ملهوش لبس معين الحداد دي حالة بتعيشها الزوجة وليست حزنا بالمناسبة يعني مش لازم تقعد لاربع شهور وعشر يام تقعد عملت عيد لا أبدا إطلاقا هي بيحرم عليها الزواج لا يجوز لها أن تتزوج ويحرم عليها حتى الخطبة لا يجوز لها أنها تخطب لنفسها ولا تخطب ويحرم عليها تنوع من أنوال وفاء لذكرى الزواج طبعا كل هذه الأحكام موجودة في الشريعة الإسلامية